اعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بالربط ان المحكمة اصدر يوم الاثنين الواحد والعشرين من نومبر الفين واثنين وعشرين قرارا بحق محمد زيان يؤكد تأييد الحكم لابتداء القاضي بادانته ومعاقبته بثلاث سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلف درهم بالاضافة الى تعويضات للمطالبين بالحق المدني وافاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بالربط في بلاغ له ان الحكم جاء من اجل جرائم اهانة رجال القضاء وموظفين ونشر اقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور الحكم وبث الدعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها وبث الدعاءات ووقائع بقصد التشهير باشخاص عن طريق الانظمة المعلوماتية والتحرد على خرق التدابير الصحي عن طريق اقوال منشورة على دعامات الكترونية والمشاركة في الخيانة الزوجية والمشاركة في اعطاء القدوة السيئة للاطفال نتيجة سوء السلوك والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب والتحرش الجنسي كما امرت المحكمة وفق البلاغ ذاته بإلقاء القبض على النقيب السابق وإيداعه السجن بناء على ملتمة تقدمت به هذه النيابة العامة وقد قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة بناء على تعليمات النيابة العامة بإلقاء القبض على محمد زيان وإيداعه سجن العرجات ضواحي مدينة سلا اشتركوا في القناة